يوجد بدمشق مسجد اسمه جامع التوبة وكان في هذا المسجد شيخ جليل اسمه الشيخ سليم السيوطي كان أهل الحي يثقون به ويرجعون إليه في أمور دينهم ودنياهم وكان مضرب المثل في فقره وعزة نفسه وفي سنة مر على الشيخ يومان لم يأكل شيئا وبعد صلاة المغرب لليوم الثالث أحس الشيخ كأنه مشرف على الموت فرأى أنه بلغ حد للطرار الذي يجوز له أكل الميتة أو السرقة بمقدار الحاجة وآثر أن يسرق ما يقيم صلبه فصعد إلى سطح المسجد ليلى وانتقل منه إلى الدار التي تريه ثم أسرع إلى المطبخ وكشف غطاء قدر فرأى بها دجاجتين فأخذ واحدة وعض من الدجاجة عضة فما كاد يبترعها حتى ارتد إليه عقله ودينه وقال لنفسه أعوذ بالله أنا طالب علم ثم أقتحم المنازل وأسرق ما فيها وندم واستغفر ورد الدجاجة وعاد من حيث جاء نزل الشيخ للمسجد وجلس يسمع الدرس المسائية من الإمام فلما انقضى الدرس جاءت امرأة مستترة فكلمت الإمام فتلفت الإمام حوله فلم يرى غير الشيخ سليم فدعاه وقال له هل أنت متزوج قال سليم لا قال الإمام هل تريد الزواج قال سليم ما عندي رغيف فكيف أتزوج قال الإمام هذه المرأة أخبرتني أن زوجها توفي وليس لها إلا عم عجوز وهو الجارس بالمسجد وقد ورثت دار زوجها وماله وتريد رجلا يتزوجها حتى لا يطمع فيها الأشرار فهل تريد أن تتزوج بها قال سليم نعم ثم سألها الإمام هل تقبلين به زوجة قالت المرأة نعم فدعا بعمها ودعا بشاهدين وعقد العقد ودفع المهر عن الشيخ فقادته المرأة لبيتها ورأى البيت هو البيت الذي نزله وسألته هل تأكل قال سليم نعم فكشفت غطاء القدر فرأت الدجاجثين فقالت عجبا من دخل الدار فعض واحدة منها فبك الرجل وقص عليها الخبر فقالت له هذه ثمرة الأمانة عففت عن الدجاجة الحرام فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها بالحلال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اشتركوا في القناة